إدانة إيرانية للعقوبات التي فرضت على إيران من قبل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على خلفية قمع الاحتجاجات خارجية الإيرانية أكدت أنها سترد وبقوة على هذه الحزمة من العقوبات والتي طالت مسؤولين وكيانات في إيران من بينهم قادة في الحارس الثودي الاتحاد الأوروبي كان قد طرح ملف تصنيف الحارس الثودي على قائمة الإرهاب إلا أن قادة في الاتحاد قالوا قبل اجتماعهم أمس أن ذلك يحتاج لقرار قضائي الأمر الذي أجل هذه الخطوة كيف ستنعكس إذن هذه العقوبات الجديدة والحزمة الجديدة على علاقة إيران بالغرب وهل من خطوات أوروبية إضافية متوقعة ينضم إلينا من بريكسل متحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو ست بيتر مرحبا بك معنا أريد بداية منك تعليقك على رد الفعل الإيراني على الحزمة الرابعة اللي أقرت بالأمس للاتحاد الأوروبي إيران تتوعد بعقوبات مماثلة وتدين هذه الخطوة ما رأيكم؟ مرحبا وشكرا الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات طبعا الحزمة الأخيرة من العقوبات ردا على الاستمرار في قمع واستعمال القوة ضد متظاهرين سلميين في إيران الشباب النساء الفتيات إنهم يطالبون بالاحترام ولكن السلطات تقمعهم ردا على ذلك وأيضا يعتقلونهم والبعض منهم أيضا حكم عليهم بالإعدام وأعدموا هذا شيء نجد بأنه غير مقبول هذا من وجهة نظرنا وهذا انتهاك لحقوق وحريات الشعب الإيراني ونحن نرد على هذا أما العقوبات التي أعلنت عنها إيران ستكون فقط سياسية وهي إجراءات سياسية من الجانب الإيراني ليس هناك أي أساس قانوني لذلك ولا أحد يعتقد أن الاتحاد الأوروبي ينتهك حق أي إنسان عقوبات سياسية أو رمزية ألا ينصح بهذا أيضا على هذه العقوبات التي فرضت ما مدى تأثيرها حقيقة على طهران خاصة عندما نجد دول مثل فرنسا كعضو في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى خطوات أكثر حدة وربما مناسبة أكثر كرد مشترك أوروبي على طهران عقوبات الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يتوافق عليها الدول السبع والعشرون وبالإجماع كل دولة ينبغي أن توافق على فيك العقوبات إذن ما نفعله الآن هو النظر أو البحث عن إجماع لكل الدول وهذا ما تريد كل الدول أن تفعله هي تريد أن تضع قوائم أخرى وأسماء أخرى على قائمة العقوبات لأنها تنتهك حقوق المواطنين الإيرانيين وحرياتهم أو أنها تدعم هذا القمع العنيف هذه القضية ليست رمزية عقوبات الاتحاد الأوروبي واضحة ومحددة وهي أداة قضائية ولكنها ليست الأداة الوحيدة في يدنا إنها إحدى الأدوات لنظهر بأننا لا نوافق على انتهاك حقوق الإيرانيين كما هناك أدوات أخرى نستعملها في تواصلنا مع إيران حتى نجعل السلطات الإيرانية تدرك بأن هذا ليس ما ينتظره الشعب الإيراني وبأن هذا ليس من قبيل الأفعال في القرن الـ 21 هذه الأدوات من قبيل ماذا أستاذ بيتر عندما تقولون أنه ليست الأداء الوحيدة خاصة أنه مسألة إدراج الحارس الثوري على سبيل المثال لأثرت غضب مجرد التلويح بها أثار غضب إيران لم يتم الحسم فيها وربما الاتحاد يتحدث عن أنه يبحث في آلية أخرى خاصة وأنه الموضوع بحاجة لأوامر قضائية ما هي هذه الخطوات وهل يمكنكم الذهاب أبعد؟ أعتقد بأننا الآن نمزج قضيتين القضية هي ما نفعله الآن فيما يخص فرض عقوبات على هيئات وأفراد لمشاركتهم في انتهاك الحقوق الأساسية والحريات لشعب الإيراني القضية الثانية هي الحديث ما إذا كان الحرس الثوري الإيراني ينبغي أن يوضع على قائمة الإرهاب للاتحاد الأوروبي في القضية الثانية فيما يخص وضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب هذه القضية معقدة أكثر لأنه حتى توافق الدول السبع والعشرون وتتحدث بشأن هذا الوضع المحتمل فأولا ينبغي أن يكون هناك قرار من القضاء أو من سرطات الوطنية في كل دولة على حدة ولو أن أي دولة أردت أن تضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب على قائمة الاتحاد الأوروبي فينبغي أن يكون هناك قرار وطني من دولة واحدة ولم يتخذ أي قرار الآن ولذلك فعلى مستوى الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن نتحدث عن هذا الأمر لأنه ليس هناك أرضية قضائية إذن الأمر يتعلق بالإجراءات في الاتحاد الأوروبي بالتالي هل مازال هناك محظير أوروبية في التعاطي مع الملف الإيراني برمته فيما يتعلق بالمظاهرات فيما يتعلق بملف النووي فيما يتعلق ربما بما تتهم به الدول الغربية والأوروبية إيران بطورتها أكثر فأكثر في الحرب أو النزاع الروسي الأوكراني إلى أي مدى يمكن أن تذهبون حقيقة لأنك ربما أجبتني على مسألة الحرس الثوري لكن لم تجبني على مسألة ليست الأدات الوحيدة لدينا أدوات أخرى دعونا لا ننسى بأنه حين يتعلق الأمر بالحرس الثوري الإيراني فالحرس الثوري كتنظيم هو هيئة ولكنه جزء أيضا من الجسم ككل هناك عقوبات تفرض مثلا في قمعهم على الحرس لقمعهم ضد الشعب ولكن هناك يعقبون أيضا مثلا فيما يخص سوريا وأيضا عقوبات أخرى فيما يخص أسلحة الدمار الشامل وأيضا فيما يخص دعم الحرس الثوري للعدوان الروسي ضد أوكرانيا طبعا إنها ليست مزاعم أوروبية بأن الإيرانيين يدعمون روسيا هذه حقيقة المسيرات الإيرانية استعملت من قبل روسيا لمهاجمة الأهداف المدنية في أوكرانيا هذا غير إنساني وغير مقبول ولا أحد في المجتمع الدولي يمكن أن يمد روسيا بهذه الحرب غير المشروعة ضد أوكرانيا إذن حين تكون هناك أدلة وبرهين تحرك لذلك فرضنا عقوبات على الحرس الثوري الإيراني والهيئات المنخرطة في هذه الجهود ولكن مرة أخرى تصنيف الحرس الثوري الإيراني بأنه تنظيم إرهابي في قائمة الإرهاب التبع للاتحاد الأوروبي هو أمر مختلف وكما قلت نحن بحاجة إلى توافق وطني أولا طبعا من دولة واحدة ثم توافق من السبع والعشرين نعم شكرا لك من بريكسل المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو شكرا جزيلا